موسيقى رشرة الأخبار من الميادين نبدأها بالعنوين موسيقى برنين تدعو إلى توسيع الاتفاق النووي ليشمل الصواريخ الباليستية وضريف يطالب ترويكا الأوروبية بالكف عن انتهاكه وزير الخارجية السعودية تحدث عن تقدم كبير في حل الأزمة الخليجية ونظيره القطري يقول أن قرار عودة العلاقات يجب أن يكون شاملا ترامب يصدر أمرا إلى البنتاجون بسحب معظم القوات الأمريكية من الصومال بحلول مطلع العام المقبل موسيقى وبيدرسون يعلن انتهاء محادثات اللجنة الدستورية السورية في جينيف من دون إحراز أي تقدم ويحدد مطلع العام المقبل موعدا للجولة الخامسة موسيقى أهلا بكم قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أن عودة إيران إلى الاتفاق النووي لم تعود كافية وأنه يجب التفاوض بشأن نص موسع يشمل خصوصا البرامج الباليستية الإيرانية ما سوضح أنه ينبغي أن يكون ثمة نوع من اتفاق نووي مع إضافات وهو أمر يصب في مصلحتنا أيضا على حد تعبيره الموقف الألماني يأتي في ظل حديث عن عودة أمريكية إلى الاتفاق في ظل رئاسة جو بايدن للولايات المتحدة وفي معرض رده على نظيره الألماني قال وزير الخارجية الإيراني محمد جوى الضريف إن على برلين وترويك الأوروبية الكفى عن التصرفات التخريبية في المنطقة والتوقف عن سياسة كوفيد العنصرية قبل الحديث عن واجبات إيران ظريف دع أولئك الأطراف إلى الكف عما سمه الدعم الأعمى للإرهاب الإسرائيلي والالتزام بالتعهدات في إطار القرار 2231 الأممي وتوقف عن انتهاك الاتفاق النووي الإيراني مندوب إيرانا دائم لدى المنظمات الدولية غريب أبادي انتقد الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتسريبها تقريرا سريا عن البرامج النووية الإيرانية وفي تغريدة على تويتر حمل أبادي الوكالة مسؤولية تسريب معلومات تتعلق بخطة إيرانا لتثبيت أجهزة طرد مركزي جديدة في مجمعنا التنزي النووي في إشارة إلى معلومات نقلتها رويترز عن الوكالة التهديدات الإيرانية بالرد على اغتيال العالم فخرزادة تلقى آذانا صاغية لدى الإسرائيليين وتثير أسئلة حول معادلة الكلفة والجدوى من الاغتيال في ظل الحديث عن تعزيز التنصيق الأمني بين الجيشين الإسرائيلي والأمريكي لمواجهة هذا الرد منال إسماعيل بعد أسبوع تقريبا على استشهاد البروفيسور محسن فخرزادة لم تنجح التطورات الداخلية والتصويت على حل الكنيسة بالقراءة التمهدية في التقليل من الاهتمام الإسرائيلي به ولسيما التقديرات بشأن الرد الإيراني في ظل اتفاق واسع في إسرائيل على أن السؤال المطروحة هو ليس ما إذا كانت طهران سترد بل أين ومتى وكيف بعد أسبوع تقريبا على اغتيال فخرزادة نحن نرى أننا نهتم بأمور أخرى كالانتخابات والكورونا لكن يجب أن نفهم أنه عندما يهدد الإيرانيون بالرد على هذا النحو فإنهم في المؤسسة الأمنية يأخذون هذه التهديدات على محمل الجد وعلى وقع القلق الإسرائيلي من سيناريوهد الرد الإيراني طلبت المؤسسة الأمنية من كبار المسؤولين والموظفين الذين عملوا سابقا في مفاعل ديمونا توخي الحذر فيما استمرت التسريبات الإسرائيلية عن تنصيق جار بين ضباط الإسرائيليين وأمريكيين لتوثيق التعاون بين الجيشين على خلفية توقع الرد الإيراني في إسرائيل يستعدون لرد إيراني على اغتيال فخرزادة خارج إسرائيل وداخلها لذلك يجري الحديث عن تعزيز التنصيق الأمني مع الأمريكيين لأنهم لديهم منظومات نريد الارتباط بها ولديهم آذان وعيون في أماكن بعيدة وفي حالة هجوم إيراني نحن بحاجة للمعلومات والوقت والإنذار لكن حتى الآن نحن لا نعلم ماذا سيفعل الإيرانيون في الموازات تشير ورقة بحثية نشرها معهد أبحاث الأمن القومي في تل أبيب إلى أنه قبل قرار اغتيال فخرزادة كان يجب دراسة معادلة الأرباح مقابل المخاطر والكلفة مقابل الجدوى وخلصت إلى أنه ثم تشك حول ما إذا كانت نتيجة المعادلة إيجابية وما إذا كانت عملية الاغتيال سوف تخدم إلى حد كبير الهدف المتمثل بضرب المشروع النووي الإيراني وإبطائه وحذرت من خطورة أن تكون دوافع الاغتيال سياسية داخلية في جوارها سواء في إسرائيل أو في الولايات المتحدة استشهد الطفل الفلسطيني علي أبو علي ذو الأربعة عشر عاما برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهة في قرية المغير شمال شرق رمالة رئيس مجلس المغير أمين أبو علي قال أن المواجهة اندلعت بعد قمع مسيرة منددة بنية الاحتلال إقامة بؤرة استيطانية جديدة ما أدى إلى إصابة العشرات بحالة اختناق بالغاز المسيلي للدموع فيما تعرض أربعة أشخاص لإصابات خطيرة بعد إطلاق الاحتلال الرصاص الحي عليهم هذا ونجح شبان فلسطينيون في القدس المحتلة في منع مستوطن متطرف من إحراق كنيسة جثمانية وألقوا القبض عليه قبل حضور شرطة الاحتلال واعتقاله ووفق مرسلنا فين الحديثة ليست الأولى من نوعها حيث يقوم متطرفون بمثل هذه المحاولات وتعتقلهم الشرطة وتطلق سراحهم من دون أحكام رضيع أبلغت مصر الرئيسة الفلسطينية محمود عبا سنيتها البدء بوساطة بين إسرائيل والفلسطينيين موقع القناة الثانية عشرة الإسرائيلية ذكر أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتفق مع أبو مازن على دعوة وزيري خارجية إسرائيل والسلطة الفلسطينية إلى القاهرة منفردين لمناقشة فتح المفاوضات من جانبه أوضح الرئيس عباس أنه بالرغم من دعمه المبادرة المصرية لا يعتزم التراجع عن طلبه عقد مؤتمر دولي بمشاركة دول الرباعية أعلن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان أنه تم تحقيق التقدم كبير تجاه حل الأزمة الخارجية في الأيام الماضية وأضاف الوزير السعودي أن التوصل إلى اتفاق بين جميع دول الخلاف أصبح قريبا وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني كان أعلن أن هناك تحركا صوب تسوية الخلاف الدبلوماسي القائم في منطقة الخليج لكن لا يمكنه التكهن بحدوث فراجة وشيكة وفي مؤتمر حوارات المتوسط المنعقد عبر الفيديو أشار الثاني إلى أن قرار عودة العلاقات يجب أن يكون شاملا وقائما على الاحترام إلى الكويت التي تشهد اليوم انتخابات برلمانية هي الأولى في عهد الأمير الجديد نواف الأحمد الجابر الصباح في عملية ألقت فيها جائحة كورونا بظلالها على الحملات الانتخابية ويتنافس في هذه الانتخابات أكثر من 300 مرشح بينهم أكثر من 30 امرأة في 5 دوائر انتخابية للوصول إلى المقاعد الخمسين لمجلس الأمة الكويتي ويتمتع المجلس بسلطات تشرعية ورقبية هي الأقوى لمؤسسة فرلمانية على مستوى الخليج ذكرت إدارة عمليات التجارة البحرية في بريطانيا أن هجوما استهدف سفينة قبلة ميناء نشطون على سواحل محافظة المهرى اليمنية موقع الإدارة على الانترنت لم يورد أي تفاصيل إضافية وقال إن الحادث انتهى وإن تاقم السفينة بخير وذكر أن التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الحادث التي وقعت بعيدة أو الحادثة التي وقعت بعيدة منتصف الليلة الماضية بالتوقيت اليمني أفاد مصدر عسكري يمني بأن القوات المسلحة أحبط محاولة تسلل لقوات التحالف السعودي في منطقة الجبلية بمديرية التحيطة جنوب محافظة الحديدة هذا وأغارت طائرات التحالف السعودي على منطقة الوعيل بمديرية العبيدة جنوب محافظة مأرب شمال شرق اليمن ما أدى إلى تدمير برجا للاتصالات قدم حزب الله دعا وأمام القضاء اللبناني ضد شخصيات ومواقع إلكترونية اتهمته بتفجير مرفأ بيروت عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إبراهيم الموسوي أشار إلى وجود دعا وأخرى سيقدمها الحزب تباعا ضد المتلاعبين بالسلم الأهلي عباس الصباغ والتفاصيل أعطينا فرصة للملمة الجراح ولكن بعدين رأينا أن من واجبنا ونحن الذين ندافع عن الوطن وأهله أنه كمان حقنا وحق شهدائنا وتضحياتنا ومسيرتنا وناسنا وكرامتنا وعنفواننا وبلدنا ووطننا والسلم الأهلي كمان ندافع عن أنفسنا بطريق أولى طرق حزب الله باب القضاء اللبناني مدعيا على عدد من الشخصيات والمواقع الإلكترونية بعد استمرار الاتهامات بحقه وتحميله مسؤولية انفجار مرفأ بيروت في لبنان وبعد فترة قصيرة جدا من نكبة بيروت في الرابع من آب أغسطس الماضي انبرت شخصيات سياسية وحزبية لبنانية بتوجيه الاتهامات للحزب مدعية أن شحنة النترات التي انفجرت تعود للحزب وأنه يتحمل تبعات الكارثة التي حلت بلبنان الحزب على لسان أمينه العام السيد حسن نصر الله أوضح مرارا أن لا علاقة للحزب بما جرى في مرفأ بيروت عدى أن التحقيقات أشارت إلى خطأ بشري غير متعمد أدى للتفجير حزب الله لا يديره أبدا أن يضاد في السياسة أن يجد من يختلف معه في السياسة ولكن أن يوجد من هو مزور ومضلل وبوق لإرادة خارجية ولتشخيص وتوصيف خارجي أنت تعرف أن التعريف هو أخطر الأمور عندما تطلق تعريفا على حزب الله بأنه إرهابي ومعظم هؤلاء الناس يتعاون مع حزب الله في البرلمان من كل الكتل في البرلمان وفي الحكومة وفي أماكن أخرى الطريق القضائي الذي اختاره حزب الله سيستكمل بدعاوى أخرى في الفترة المقبلة نحن اللي بميز هذه الشكاولة التي أدامنا فيها هي أنه شكاولة مباشرة لها صفة إدعاء الشخص وبالتالي القاضي ملزم وفقا للقانون بتحريك الدعوة العامة التجني على حزب الله دفعه لسلوك طريق قانوني لمحاسبة كل من أساء إليه ويحاول شيطنة المقاومة بالتزامن مع الحملات الخارجية المستمرة لتشويه صورة الحزب لسيما أن واشنطن كشفت أن مليارات الدولارات قد أنفقتها لتشويه سمعة حزب الله وضع حزب الله القضاء اللبناني أمام مسؤولياته وادع على بعض الشخصيات التي اتهمته بتفجير مرفأ بيروت واللافت أن تلك الحملات الداخلية تترافق مع محاولات خارجية مستمرة لتشويه صورة المقاومة عبدالصبق بيروت الميادين النجرة مستمرة ولكن بعد الفاصل أهلا بكم من جديد اختتمت في جينيف الجولة الرابعة من محادثات اللجنة الدستورية السورية التي ناقشت المبادئ الوطنية العامة من دون إحراز أي تقدم وأعلن المبعوث الأممي جير بيترسون أن اتفاقا تم بين الوفود على تحديد الخامس والعشرين من كانون الثاني يناير المقبل موعدا للجولة الخامسة موسى عاصي جولة جديدة من محادثات اللجنة الدستورية تختتم من دون إحراز أي تقدم سوى الاتفاق على تحديد موعد لجولة مقبلة خمسة أيام من النقاش في ملفات إنسانية عامة كعودة اللاجئين ورفع العقوبات ورفض الاحتلالات ملفات طرح الوفد الحكومي من زاوية ضرورة التقاء السوريين على هذه المبادئ قبل الانتقال إلى الحديث عن الدستوري وصيغه مبعوث الأمم المتحدة قدم تقييما إيجابيا للجولة مستندا إلى الأجواء التي سادت قاعة المحادثات بالطبع هناك فروقات كثيرة لكن ما لاحظناه هذا الأسبوع هو أن الناس يستمعوا بعضهم إلى بعض بانتباه أكثر فأكثر وباحترام هناك أرضية مشتركة نأمل أن يتمكنوا من البناء عليها عند اجتماعهم مجددا وفد الحكومة أشار إلى أن المبادئ الوطنية التي طرحها لم تناقشها المعارضة بشكل معمق ما قدمه أعضاء الوفد لم يتم مناقشته من قبل الطرف الآخر تم طرح أمور أخرى البعض طرح أمور مبادئ دستورية نحن لم نقوم بالرد عليها لأن موعدها هو الدورة القادمة وليس هذه الدورة نحن في هذه الدورة نختتم مناقشة جدوى الأعمال في المبادئ الوطنية المعارضة التي رأت أن ملفات الوفد الحكومي مرتبطة بالحل النهائي أكدت أن الأهمية بالنسبة إليها هي الجولة المقبلة نأمل أن يكون كافة العضاء اللجنة الدستورية على مستوى التعاطي الإيجابي من أجل إنجاز الجلسة القادمة وصولا إلى تفاهمات وبعض الصياغات بخصوص هذه المبادئ وفي نصف الساعة الأخير حصل إشكال عندما ألقى أحد أعضاء وفد المعارضة بيانا سياسيا أراد وفد الحكومة الرد عليه لكن رئيس الجلسة المشترك هاد البحر رفض منحهم حق الرد فخرج الوفد الحكومي من القاعة احتجاجا لكن اتصالات جير بيترسون أعادت الأمور إلى نصابها كثيرة هي الملفات التي ترحت النقاش في هذه الجولة الرابعة لكن لكل من هذه الملفات فهم خاص ورؤية مختلفة تماما لدى كلا الفريقين وحده المبعوث الأممي يرى في الأمر إيجابية كون الحوار لا يزال مفتوحا موسى عاص جينيف الميادين في جينيفا أيضا انتهت مساء أمس عملية التصويت على أليات اختيار السلطة التنفيذية الليبية بعد يومين من المناقشات وتقديم الاقتراحات المختلفة من قبل الأعضاء المشاركين في منتدى الحوار الوطني الليبي المتحدث باسم البعثة الأممية جان علم أبلغ الميادين أن المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني وليامز حددت ظهر اليوم موعدا لإعلان نتيجة التصويت ومناقشة السبل الآيلة إلى المضي قدما في العملية السياسية موسيقى أعلن قائد القوات الأمريكية في إفريقيا أفريكم ستيفان تاونسند أن قوات بلاده لن تنسحب من شرق إفريقيا لكنها ستجري إعادة تموضع ولفت إلى أن حضور هذه القوات سيتقلص في الصومال بنحو ملحوظ وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمر البينتاجون بسحب كل القوات الأمريكية تقريبا من الصومال بحلول منتصف الشهر المقبل وذلك في إطار عملية انسحاب عالمية للقوات قبل مغادرة ترامب للبيت الأبيض وبحسب مسؤولين أمريكيين فأن القوات الأمريكية التي ستبقى في الصومال ستكون في العاصمة مقديشو حصل المرشح الديمقراطي جو بايدن على 270 صوتا داخل الكلية الانتخابية بعد مصادقة ولاية كاليفورنيا على بيانات ناخبها وهو الحد الأدنى المطلوب للإعلان الرسمي بالفوز يتذلك في وقت لم تنجح فيه مسايا حملة الرئيس دونالد ترامب في إلغاء نتائج الانتخابات في ولاية نيفادا بعد قرار قضائي أفضل إلى عدم وجود أي دليل واضح أو مقنع لأعلان فوز ترامب أو إلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية على مستوى الولاية علقت وزارة الخارجية الأمريكية خمسة برامج للتبادل الثقافي والتعليمي مع الصين وصفة إياها بالدعائية واعتبر وزير الخارجية مايك بومبيو أنه بالرغم من أن البرامج الأخرى الممولة تتعود بالنفع على الطرفين إلا أن البرامج الخمسة المعنية تمولها بالكامل وتديرها الحكومة الصينية كأدوات دعائية للقوة الناعمة أعلنت السفارة الصينية في الولايات المتحدة أن المقال الذي نشره مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية جون راتكليف بشأن الصين يشوه الحقائق ويفضح عقلية الحرب الباردة المتأصلة بدورها أبدت وسائل أعلام صينية رسمية قلقها من التحركات التي اتخذتها واشنطن أخيرا حيالا بكين وأحذرت من أن ذلك قد يقود العلاقات بين الطرفين إلى مسار وصفته بالخطر على طريقة دونالد ترامب تحاول الإدارة الأمريكية حماية الأمة على حد تعبيرها قبل الرحيل وتحت هذا الشعار قللت الحد الأقصى لزيارات أعضاء الحزب الشيوعي الصيني وأفراد أسرهم المباشرين إلى الولايات المتحدة من عشر سنوات إلى شهر واحد إجراء وضعوا الإعلام الصيني الرسمي في خانة العلامات المقلقة التي تحول العلاقات الثنائية إلى مسار خطر فتعزيز السياسة الصارمة تجاه الصين من قبل سقور الإدارة الترامبية عدته وسائل إعلام صينية رسمية ضمن الأضرار التي لا يمكن إصلاحها حماية الأمة تقتضي التضييق على ما تسميه الحكومة الأمريكية النفوذ الخبيثة للحزب الشيوعي وفي هذا السياق وسعت الضغوطة وحضرت واردات القطن من منظمة صينية شبه عسكرية تقول واشنطن إنها تستغل مسلمي الإيغور المحتجزين في العمل القصري في وول ستريت جورنل يكتب رئيس الاستخبارات الأمريكية جون رات كليف أن الصين تمثل أكبر تهديد للولايات المتحدة والديمقراطية في العالم منذ ألمانيا النازية مضيفا أنه يقوم بتحويل ميزانية الاستخبارات للتركيز على نحو أكبر على الصين واتهم العضو الجمهوري السابق الصين بأنها تعتزم الهيمنة على الولايات المتحدة وبقية الكوكب اقتصاديا وعسكريا وتكنولوجيا قائلا إن نهج الصين في التجسس الاقتصادي يتألف من ثلاثة جوانب هي أسرق وانسخ واستبدل اتهامات رات كليف ردت عليها السفارة الصينية في الولايات المتحدة واعتبرتها تشوه الحقائق وتفضح عقلية الحرب الباردة المتأصلة وأشارت إلى أن الحكومة الأمريكية وبعض الشركات متورطة منذ مدة طويلة في سرقات سيبرانية وهجمات واسعة نطاق منظمة وعشوائية لكن اللافتة في النافذة التي تبقي على فتحها الصين إذ ختمت ردها بالقول إن التعاون بنسبة للجانبين هو الخيار الوحيد الصحيح قال الرئيس الفرنسي إيمانيويل ماكرون إن نظيره التركي رجب طيب إردغان يحد من حرية شعبه وفي معرض الرد على تصريحات سابقة لإردغان كدى ماكرون أنه لا يرد لأنه يؤمن بالاحترام المتبادل هذا وكان إردغان هاجم نظيره ماكرون ووصفه بالمصيبة آملا أن تتخلص منه بلاده بسرعة وفق تعبيره في تصريح له في اسطنبول قال إن فرنسا تمر بفترة خطرة خلال رئاسة ماكرون حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدانوم من الاعتقاد بأن التقدم في مجال لقاحات الوقاية من فيروس كورونا يعني انتهاء الجائحة أدانوم قال إنه لا يزال أمام الجائحة طريق طويل وأن القرارات التي يتخذها الأفراد والحكومات ستحدد مسارها على المدى القصير ومتى ستنتهي قبل الختام هذا تذكير بالعنوين برنين تدعو إلى توسيع الاتفاق النووي ليشمل الصواريخ الباليستية وضريف يطالب ترويكا الأوروبية بالكف عن انتهاكه وزير الخارجية السعودية تحدث عن تقدم كبير في حل الأزمة الخليجية أنظره القطري يقول إن قرار عودة العلاقات يجب أن يكون شاملا ترامب يصدر أمرا إلى البنتاجون بسحب معظم القوات الأمريكية من الصومال بحلول مطلع العام المقبل كان في النشرة بيترسون يعلن انتهاء محادثات اللجنة الدستورية السورية في جينيف من دون أحراز أي تقدم ويحدد مطلع العام المقبل موعدا للجولة الخامسة المزيد تجدونه دائما على صفحة الميادين على الانترنت الميادين دوت نت في أمان الله